الصحابة مرة كانوا مشين مع الرسول صلى الله عليه وسلم شافوا واحد بيشتغل بيده وجد واجتهاد فقالوا يا رسول الله لو كان في سبيل الله شوف على طول راح بالهم ان هذا الجهد لو راح في سبيل الله في الجهاد راح مفهومهم كان ان الجهاد دايما سبيل الله معنى الجهاد فغير الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم في سبيل الله فقال لو كان يسعى على ولده فهو في سبيل الله ولو كان يسعى لشيخين كبيرين أو لأبو أمه فهو في سبيل الله ولو كان يسعى ليعف نفسه من الحرام أو يعني من السرقة أو من كده فهو في سبيل الله تغيير جذري للمفهوم أنه هذا اللي قاعد السباك ولا الحداد ولا النجار اللي قاعد يشتغل علشان يعف نفسه وأهله ويأتي برزق آخر اليوم لبيته هذا السعاد هذه في سبيل الله هو في سبيل الله تماما زي الجندي في المعركة قاعد يشتغل